اهلا بكم وإلى النشرة الاقتصادية بدأ خبراء عرب في الطاقة النووية في عمان اليوم اجتماعا لوضع خطة عمل للبرامج التوعوية في مجال الطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية الانتباعات السائدة إزاء الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والبرامج الوطنية الناجحة وتحديد أكثرها تأثيرا وما لم يمجح منها نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور كمال الأعرج أكد خلال الاجتماع أهمية نشر الثقافة النووية والاشعاعية بين فئات المجتمع العربي لتوضيح الكثير من المفاهيم المعقدة والخاطئة في أذهان الكثير من الناس حول الطاقة النووية وتطبيقاتها الأهمية ذات تنطبق فقط على المملكة الأردنية الهاشمية مشكورة على استضافة هذا البرنامج إنما الأهمية تنطبق على خاف الدول العربية لأن كل الدول العربية تعاني من مشكلة كبيرة مشكلة بدي عرفها على الطاقة الذرية بيفتكروا دائما هو الأشياء السيئة ما بيفتكرواش الأشياء الحسنة الأشياء الحسنة كثيرة من كافة التطبيقات اللي بندخل على المجالات الطبية والزراعية والمياة وإضافة للطاقة وما شابها إحنا عمداً زي ما سمعنا في الاجتماع النهاردة إن إحنا بنقابل مواجهة شديدة من الجماعات المعارضة وعدم وجود ثقافة نووية منتشرة بين أفراد الشعب المصري بشكل كافي فالاجتماع النهاردة هيوضح نحن نستفيد من خبرات الدول العربية عشان نقدر نحسن التقبل الجماهيري مناقشة أيضاً ما وصلت إليه هذه البرامج من نجاح أو فشل ومشاركة أيضاً مراحل تطويرها في المستقبل إن شاء الله على عموم الوطن العربي أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان في نهاية أولى جلسات التداول هذا الأسبوع على انخفاض نسبة 28% في المئة ليصل إلى مستوى 2096 نقطة وحول أداء البورصة اليوم فقد بلغ حجم التداول لهذا اليوم 4.7 مليون دينار تم تحقيقها عبر تداول 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2890 عقداً على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.10% وفيما يخص قطاع الخدمات 75% وجاء القطاع المالي في المرتبة الثالثة بنسبة 12% في المئة أما بالنسبة لمساهمة القطاعات في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 59.6% وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنسبة 24.5% وأخيرا في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات بنسبة 15.94% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي فلدلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 4.86% يليها عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.85% وبعدها تأتي شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.76% أيضا شركة الصفوة للاستثمارات المالية بنسبة 4.68% والمتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 4.67% في خبر آخر وقعت الحكومة اليوم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العالمية لتوفير رخص برمجيات من الشركة للمؤسسات الحكومية حسب الحاجة فقط وبأفضل الأسعار وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام صليط في بيان صحفي إن الهدف من الاتفاقية الارتقاء بالخدمات التكنولوجية في المملكة وزيادة كفاءة عمل المؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الخدمات الحكومية بسرعة وفعالية وأكد أن الاتفاقية ستكون مرجعيتها القوانين والمحاكم الأردنية ولا يترتب من خلالها أي تكاليف على الحكومة وتتيح خفض الكلفة الإجمالية وتحقيق الكفاءة للعديد من البرمجيات إلى ذلك أظهر استطلاع لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن 43% من البرمجيات المثبتة على أجهزة الحاسوب الخاصة في العالم لم تكن مرخصة بطريقة صحيحة خلال عام 2013 وفي الأردن أظهرت أحدث البيانات انخفاض معدل قرصنة البرمجيات في الأردن من 58% إلى 57% خلال العامين الماضيين بلغ إجمالي الأموال المنقولة غير المصرح بها والتي تم ضبطها عبر المراكز الجمهورية الحدودية للمملكة خلال العام الماضي 1.5 مليون دينار تم تحويلها إلى مدعي عام الجمارك وتم فرض غرامات عليها بقيمة ما يقارب 33 ألف دينار وتشترط تعليمات التصريح عن هذه الأموال المنقولة عبر الحدود لكل شخص عند دخوله المملكة يجب عليه التصريح عن ما يحمله من هذه الأموال عبر الحدود إذا كانت قيمتها تتجاوز 15 ألف دينار وبين تقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إجمالي المبلغ المصرح عنه هو يبلغ 619 مليون دينار كما أوضح التقرير أن أكثر المراكز التي دخلت منها هذه الأموال مركز جمرك مطار للركاب ومركز جمرك الكرامة وجمرك جسر الملك حسين ومركز جمرك الكرامة أيضا قررت الحكومة العراقية عدم اشتراط تقديم التاجر شهادة الشركة الفاحصة والمعتمدة من قبل وزارة التخطيط العراقية عند توريد البضائع إلى العراق وعللت الحكومة العراقية هذا القرار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها العراق حاليا وذلك بحسب التعبيم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة إلى كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة وبموجب هذا القرار سيتم اعتماد فحص الدول الموردة للبضائع الداخل إلى العراق مع أخذ عينات عشوائية للفحص من قبل الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية بعد وصول البضاعة إلى المخازن بغرض التحقق من صلاحية البضاعة ومطابقتها للمواصفات أيضا كما ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 386 مليون دينار من 336 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة